ما تعلنه إسرائيل في المحافر الدولية الشيء وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر تل أبيب كررتها مرات عدة الهدف من حرب غزة القضاء على حماس لكن في ساحات المعارك يبدو أن الوضع المأساوي في القطاع تحول إلى محط السخرية من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي هذا ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الصحيفة نشرت مقاطع فيديو متداولة لجنود إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى هذه المقاطع تظهر عسكرياً إسرائيلياً يقود جرافة في شارع في بيت لاهيا شمالي غزة ويدفع سيارة محطمة نحو مبنى نصف منهار الجندي الذي نشر الفيديو على حسابه الشخصي على تيك توك أرفقه بتعليق يقول فيه إنه توقف عن حساب عدد الأحياء التي قام بمحوها وفي فيديو آخر شهد جنود آخرون يلون بتعليقات مهينة للفلسطينيين ويدعون إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة وتتبعت نيويورك تايمز أكثر من خمسين مقطع فيديو أيضاً تعود إلى وحدات الهندسة القتالية العسكرية الإسرائيلية كلها أظهرت استخدام الجرافات والحفارات والمتفجرات لتدمير ما يبدو أنها منازل ومدارس ومباني مدنية أخرى ومنذ بدء التصعيد شارك الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الوجه الحقيقي للعمليات على الأرض وهو ما أثار انتقادات لاذعة من طرف مستخدمي منصات التواصل والفاعلين الحقوقيين من مختلف أنحاء العالم وقد تم استخدام مثل هذه المنشورات كأدلة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بالإبادة الجماعية ممارسات الجنود الإسرائيليين هذه تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في موقف محرج وتعرضها للمسائلة وهو ما جعل الجيش يقر بأن بعض المشاهد التي بثتها عناصره تتعارض مع تعليماته